خلاص خلال 48 ساعة زي ما كنا بالنوة في بداية الحلقة حينطلق ملتقى رياضة للمرأة العربية وحيشهد مشاركة يعني من العديد من المسؤولين العرب وتكريم العديد من البطلات الأولمبيات العربيات حاجة حتبقى فعلا مشرفة جدا فيه تفاصيل كتير حابين نعرفها وفيه كواليس كتير جدا حابين نعرفها وسخيا نرحب في البداية مع الأستاذ خالد الهمايم المدير العام لملتقى رياضة للمرأة العربية اللي منورنا يعني صباح الفل ومنورت مصر ومنورت عشرة صبح في الأهلي كمان والله أنا سعيد جدا جدا بهاللقاء ولكن تظل مصر دائما نور واشعاع مضيئ لجميع الدول العربية تسلم يا رب الإضاءة زادت والإشعاع زاد بوجود حضرتك معنا ومنور الدنيا في صباح الفل على حقيقة أنا أعتبر نفسنا أهل بيت في مصر طبعا لا أكيد أهل بيت ده مفروغ منه يا دكتور ده مفروغ منه إحنا تشرفنا فيه كميات ربنا يا خليج فتن عايزين نستأذنك نعرف في البداية كده فكرة مجرد الفكرة نفسها جات منين فكرة انعقاد هذا المنطقة وبطبيعة الحال أي يعني أي منطقة من هذا النوع أكيد بيبقى محطوط له أهداف في البداية فعايزين نعرف فكرة المنطقة جات منين والأهداف المنشودة من وراه طبعا أمرك أنا في الحقيقة كان لي مجال كبير في مجال الرياضة اشتغلت كلاعب ومدرب وإداري الفترة الأخيرة أني عملت إداري وبين اتحادات عربية وليجان عربية وأخيرا في المجلس الرياضة العربي أنا قدمت المبادرة هذه كفكرة تكون الآن تتماشى مع الوضع الذي نحن ما شفين قلست على الموضوع هذا تقريبا سنتين أو أكثر شوية أنه نعمل حاجة جديدة وتخدم المرأة العربية وليس المرأة السعودية ولا المرأة الخارجية لا تخدم المرأة العربية بصفة عامة نخدم منهجية جديدة فقدمت المقترح لجامعة الدول العربية قابل المقترح مبادرة يعني لقت كل الاستحسان لقت كل القبول لأن هذه الأول مرة تعمل على مستوى الوطن العربي بدانا أنه يكون هناك تكريم للقياديات العربيات التي وصلنا إلى أعلى المناصب القيادية سواء أولمبيا أو دوليا أيضا تقريم الرياضيات العربية التي لهم إسهامات في نشر الرياضة المرأة فنماذجنا كثيرة في الوطن العربي أيضا ما ننسى أن هناك عندنا بطلات أولمبيات وعندنا بطلات أولمبيات يعني لما بيت العرب يجمع هؤلاء البطلات ويكرموا في بيت العرب فنعتبر بالنسبة لنا إنجاز كبير حلو جدا بس لو هروح مع حضرتك بقى لفكرة هنا تغير الثقافة أصلا العربية وليست فقط يعني في دولة عربية بحد ذاتها لكن الثقافة العربية اختلفت شوي فكرة هنا تقبل وتشجيع أيضا ليس بس تقبل وتشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة وفكرة هنا تقبل الأسر ويعني فيه اختلاف على الأرض ملحوظ جدا خلينا نفهم من حضرتك أكتر أكيد عندك خبرة أكتر أو كواليس أكتر عن هذه النقطة والتحول اللي حدث في المجتمعات العربية بلا شك يعني فيه كثير من الدول العربية لها قفزة أمامية كبيرة لو جئنا بعض الدول العربية تكلمنا عن جمهورية تنسل العربية تكلمنا عن تونس تكلمنا عن المغرب وجدنا أن الرياضة ممارسة من فترة طويلة وإنجازات كذا الآن الممارسة الرياضة صارت حتمية في كل يعني حاجة مكملة في المجتمع أن الرياضة مهمة مهمة لرشاقة مهمة للصحة تنمية القدرات تنمية الفكر كثير من الفتيات العربيات لديهم قدرات كثيرة لديهم طموع كبير عندما يجد الأرض الخصبة والمكان المناسب يكون هناك بروز لهم فهذا الحمد لله صار الآن نتكلم عن منطقة الخليج العربي كثير من هناك مؤسسات رياضية تهتم بالمرأة وجود أنديه رياضية تهتم بالمرأة تهيئة الأماكن وتهيئة دور الإلعاب الأماكن الخاصة للممارسة النشاط إيجاد المسابقات فالآن وجدنا فيه تنفس ليس حتى الدول التي بدأت متأقرة في أعطاء المرح صلاحيتها وقوتها واندفاعها في ممارسة الرياضة الآن وجدنا أن التنافس صار قوي وصار عندنا بطولات عربية في كل الألعاب الألعاب حتى اللي هي الألعاب القوة والألعاب اللي هي مش مألوفة كانت قوي للمرأة فيما سبق دلوقتي بقيت لا بالعكس الأسر بتشجع كمان بناتا نيت يعني إحنا حتى مصر وأورمبياد توكيو إحنا في ألعاب القوة حصدنا بطولات وحصدنا ميدليات والسيدات هما اللي جابوها لنا يعني الثقافة فعلا اختلف بشكل كبير وملحوظ كلام حليك مزبوط طيب أنا يعني استكمالي لحديثك فأنه أول إنجاز للمرة في لعبة الجري التي تتكليها هذه هي نواء المتوكل نواء التمكن هي اللي سجل أول من سجل هذا النموذج اللي الآن صار يقتدى بكل البطلات العربية يكون وقتها كمان بسطة حاجة غير مسبوءة يعني كان فيه تقطية صحفية عظيمة جدا ديها والحقيقة عفوا يعني حتى بعيدا عن الرياضة أنا عايزة أكلم حضيك بشكل عام في الفترة الأخيرة الحقيقة يعني شفنا مظاهر مختلفة لطفرة مجتمعية وثقافية في المملكة العربية السعودية ولجوعا بقى لنقطة المرأة شفنا كمان من خلال كتير من وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وفوستات وتويتات من الكثير من السيدات السعوديات بيعبروا عن ساعدتهم الحقيقة بكل ما استجد في حياتهم فبرضو عزيزة حضيك تنقل لنا يعني الصورة من زود بقى رجل سعودي يعني الدنيا اختلفت إلى أي درجة في المملكة والله الشيء هذا بداية وانطلاقه من توجهات القيادة الرشيدة مولاي خادم الحرامين الشريفين وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللعهد التوجه عام هو بتمكين المرأة السعودية ووجود المرأة السعودية ليس في مجال معين نحن ليس مجال التعليم ومجال صحة الآن المرأة السعودية أتكلم عن المرأة السعودية المرأة السعودية الآن لديها القدرة وتمكينها في تواجدها الفعال والقوي في المجال السياسي عندنا الآن نماذج كثيرة عندنا أربع سفيرات الآن موجودات هما يمثلون القطاع السياسي عندنا في القطاع الثقافي في القطاع الاجتماعي في القطاع الصناعي في القطاع العسكري في القطاع الرياضي أوجد أن المرأة السعودية الآن متمكنة أو الدولة عملت على تمكينها بقوة وتشجيعها ودعمها إيجاد الدورات لها فصارت المرأة السعودية جزء ليتجزأ من المجتمع ومكمل المجتمع ليس مجال رياضي فكل المجالات غير كذا أن الدولة هيئة الأرض الخصبة وجهزت جميع الأشياء فالحمد الله المرأة السعودية الآن صارت موجودة في جميع المحافل وموجودة في المناسبات بس أقول لحضرتك الحاجة دكتور الحقيق قال يعني فعلا فعلا السعودية حصل فيها طفرة وفي سنوات قليلة جدا بيما يختص بحقول مرأة تحديدا حاجة إحنا ممكن من بره ما كناش متوقعين بهذه السرعة هيختلف المجتمع بهذا الشكل لا تحية كبيرة يعني مش فكرة أن أنا مناصرح هو المرأة بس العالم كله شاهد لا 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 المرأة السعودية راحت في حتة تانية خالص خالص شيء محترم جدا جدا وأعتقد كلنا في العالم شايفينه فلا شغل عظيم بيتم فعلا والمرأة السعودية حتى لو كان فاتها سنوات الفترة اللي فاتت لا قدرت خلال السنين التمكين اللي حيب تتكلم عنه من هي توصل لنفس المستوى مش متأخرة عن أي امرأة أخرى حتى لو حتكلم في الوطن العربي فهذه بصراحة تحسب ليكم عايزة روح مع حضرتك بقى لنقطة مهمة لأن كان لك لقاءات برضو متعددة مع سيادة الوزير وبعد المسؤولين هنا في مصر إيه اللي دار؟ عايزين نعرف من حضرتك برضو أوجه التعاون كمان إحنا بنتكلم خلال توانية و40 ساعة خلاص هيتم الانطلاق وفكرة هنا مشاركة برضو قادة سياسية من مختلف أنحاء العالم فخيرين نعرف من حضرتك أكثر الفكرة أنه حدث زي هذا رياضي كبير فلن ينجح إلا في جمهورية مصر العربية دي شهادة كبيرة على فكرة ونسعد بيها فعلا تظل مصر ليس في الرياضة في جميع المجالات ثقافية ورياضية ومعنا الأستاذ كريم يعرف النشاط الفني والنشاط الرياضي والاجتماعي فلنلما نختار مصر فمصر هي المنار اللي كل الناس تشهد فيه فإضافة على ذلك إحنا استجابنا معانا الكثير من القيادات اللي لها مكانة كبيرة في الرياضة المجلس الشرفي يرأسه وزير الشباب بالرياضة فنائب رئيس اللجنة معنا الدكتور محمد صبحي حسنين اللجنة الإعلامية معنا الأستاذة سوها إبراهيم من الإعلاميات الناشطات جدا ومعنا في اللجنة التنفيذ معنا مجموعة معنا الأستاذ سامح ومعنا الأستاذة برضو مجموعة كبيرة من الأسماء يعني لازم نسترجع هي من مناطق مختلفة ودول مختلفة طبعا بس يتضل مصر معنا حتى من الوزارة معنا الدكتورة أيمن الدكتورة إيمان حسن ومعنا الدكتورة سونيا ومعنا الدكتورة عمرو حداد يعني استقطبنا نماذج كثيرة يعني يتضل مصر هي الباب المفتوح للجميع في كل حاجة وبرضو كنتوا حرسين أن تتكرموا شخصيات نسائية عربية مرموقة وفاعلة كل اسم منهم على حدة فاعل جدا في المكان اللي هو أو اللي هي فيه كما هو الحال مثلا في حالة الشيخة فاطمة بن مبارك رئيس الاتحاد الإماراتي أو الاتحاد النسائي الإماراتي فبرضو كان إيه الهدف من وراء هذه النوعيات من التكريمات هل دي رسالة هل بتسجلوا من خلال هذا التكريم موقف معين وبشكل معلن للجميع التكريم جاء عندنا إلى ثلاث أجزاء التكريم الأولاني هناك وسام استحقاق وسام التمييز والاستحقاق وتسلم كل عام لشخصية مميزة أو في حدث مميز الحدث هذا بإجماع عربي وتوافق عربي أن الشيخة فاطمة بن تنبارك أم الإمارات شخصية بارزة لها عطاءات كثيرة جدا جدا ليس في مجال الرياضة في المجال الإنساني والاجتماعي والثقافي فهي ستتكرم بوسام الاستحقاق لرياضة المرأة العربية عظيم فجأت الموافقة وحينوب عنها الدكتورة نورا السويدي حتى تستلم الوسام أيضا عندنا القياديات القياديات نماذج كثيرة في الوطن العربي اللي لهم مساهمات من هم من وصل إلى مناصب قيادية وأولمبية ودولية عالمية يعني الآن نوال المتوكل راني علوان الدكتورة حيات الدكتورة آية مجموعة كبيرة من الأسامي وصلوا إلى مناصب قيادية عندنا بشرة حاجيج الآن من مغرب الشقيق هذه الآن هي الآن رئيسة الاتحاد الأفريقي ورئيسة الاتحاد المغربي فنماذج كثيرة عندنا السيدة عايشة رئيس اللجنة الأولمبية وعضو في اللجنة الأولمبية الدولية قنزيت من جزر القمر أيضا هي نائب رئيس الاتحاد الأفريقي ولكرة القدم نماذج عربية نحن نفخر فيها لما بقى شيء مكان للرجالة تبطر لا الرجالة جزلية تجزة من النساء إضافة عندنا هناك من استطاع أن يعمل في نشر رياضة المرأة العربية في الخليج العربي الشيخة حيات بنت عبد العزة الخليفة أيضا الشيخة من المملكة البحرين أيضا الشيخة نعيمة الصباح من الكويت عندنا الشيخة سناء البوسعيدي من سلطنة عمان لولو المري من قطر شخصية بارزة ليناء المعينة هذه شخصية بارزة بالسعودية أول من أنشأ نادي في منطقة جدي اسمه يونايتد وعضوا في مجلس الشورى فالنماذج الناس اللي عملوا بقوة في نشر هذه اللعبة حلوة نبعد كده بس مش هنبعد قوي وإحنا عارفين دكتور خيالب برضو تعشق النادي الأهلي وكليك لقاء سابق مع كابتر محمود الخطيب خلينا برضو نتكلم أكتر تعرفنا كوليس هذا اللقاء لك من فتر والله أنا أعتبر النادي الأهلي جزء الهتجزة من زيارة مصر روح تألي فرع فيهم بقى المرة لا أنا إحنا دائما الأصل آه القزيرة يعني لو تغير الأماكن يظل أحنا الجذور الأساسية اللي إحنا عرفناه وإحنا صغار وعرفنا فيها كابتن الخطيب هو لاعب عرفنا الليعب المجموعة هذا وليه فتربطنا اللاعق مع الكابتن يعني محمود الخطيب علاقة بزياراته المستمرة للسعودية ومشاركاته أنا هنا في السعودية أنا نصراوي وفي مصر أنا أهلاوي فيعني فيه ترابط حقيقة رحب بالزيارة لغم أنه كان زيارة بدون موعد بس لما أنا عرف أنه جاءت النادي فرحب وجلسنا معاه وقدمنا له بعض المقترحات الأراء فنحن نأخذ نماذج رياضية تفيد الجانب العربي فاخترنا الأستاذ همي عاطف أعتقد أنها أحد النماذج اللي ستقدم نموذج ليس لنادي الأهلي نحن نقدم مؤسسة رياضية عربية حتى تكون هذا النماذج كل الناس تشوفه زي ما عندنا مؤسسة نادي الشارقة فهذه أحد النماذج عندنا برضو ماراثون بيروت هذا أحد النماذج كل هذه مؤسسة تخدم المرأة فإن شاء الله سيكون معنا أحد النماذج اللي نقدمها عندنا بكرة إن شاء الله بمشية الله تجارب ناجحة لرياضة المرأة العربية مؤسسات وأفراد فضم المؤسسات واضح إن الكلام ده مش حاصل بشكل ارتجالي عشوائي غير منمخ وغير مهندم بالعكس واضح حتى يعني مع انطلاق تقريبا دي الدورة الأولى لهذا المتحدة لو أنا فيها مضبوط يعني برضو بيبان الحدث اللي بيتولد عملاق تقدر تستنتج إنه هيستمر على نفس المنوال الأعوام الجاية أو المواسب المقبلة فبتفكروا إزاي في اللي جاي يعني واضح إنه أحسنته التدبير والتفكير بما يكفي في انطلاق هذا الملتقى لا يأس هل عندكم خطة طويلة الأمد هل بتفكروا تنوعوا في أمور بعينها تدعيماً لممارسة المرأة العربية للرياضة وتشريحها على هذا استكمال لكلامك فكانت قري الأفكار شوية يعني الآن نحن الآن ملتقى رياضة المرأة الأول ما بدأ الملتقى المرأة الرياضة الثاني الآن في منطقة عربية وخليجية يعني الآن المكان قالوا نحن نستضيفها للمرأة الثانية استضافة كاملة في أحد دول الخليجية العربية فعي كله مناسبة كبيرة واستعدادات من الآن بدأنا نستعد للدورة الثانية نحن ما بدأنا لسه نحن 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 فضل ثمانية وفائل ساعة لا لا المرأة العربية كل ما وجدت المناخ المناسب كل ما أبداعت هي الإبداع موجود والموهبة موجودة ولكن أعطها المساحة أعطها المكان وافرئ الإمكانيات الآن النماذج اللي شفناها في مصر هل النماذج واتغير كمان الثقافة المجتمعية وضيئة مهمة جدا الآن نحن نماذج نشوفها الآن لما يوجد نموذج من أحد النماذج اللي أخذوا الميداليات من بنات المصريات كل بيت عنده نفس الطموح كل نادي يعمل نفس الطموح أي لعبة أنا أبغى بنت تكون أحسن بنت تجيب صار الهدف الآن أولمبي ليس أنك تكون بطل مدرسة ولا بطل نادي فصار الطموح كبير كذا موجود في جميع الأسر ليس في مصر فأغلب الناس بدأت الآن تفكر تفكير هذا والمرة بدأت بقوة ويمكن جاء أنا فاروق لما فازت كمان كلنا كعرب مبسطنا يعني مش بس المصريين أنا شعرتوا من التويتات اللي كانت موجودة الناس كلها فرحانة بيها فبجد فيه برضو النوع ده بيظهر قد إيه في ترابط بين الوطن العربي تحديدا يعني أنا شفت ده حتى في أولمبيات المختلفة لما كانت الدولة العربية بتلعب كانت الدولة العربية الأخرى بتشجعها كانت الروح دي حلوة بتهالي جدا الروح هذه موجودة ونحن نبغى يكون فيه دعم أكثر الآن نحن نظل طموحنا أكبر الآن البنات العربيات البطلات العربيات 18 ميدالية من بطولات من بداية البطلات الأمبية نحن نبغى نكون على العوامل القادمة يكون عندنا أكثر من إنجاز نقدر نعمل ده بالإصرار وبالحماس يكون هناك فيه طموح كبير من جميع الجهات ليس النادي بل البيت له دور النادي له دور الهيئة المنظمة سواء كانت اتحادة أو لجنة أمبية يكون لهم دور في هذا سيكون عندنا نماذج كثيرة وبعض الشيء الذي استكمال لسؤالك أنه نحن الآن لدينا خطة نحن نعمل يكون لدينا أكثر من فتاة عربية توصل إلى المناصب القيادية سواء قاريا أو أولمبيا نحن لدينا زر تشكل حقيقة في قدرتك على تحقيق كل الأهداف المنشودة دي ولا في نجاح النسخة الأولى من هذا المنطقة هذاك نورتنا يا فندم وأسعدتنا من وجودك ومنور مصر مرة تانية وإن شاء الله نلتقي على خير مع نجاحات جديدة مستقبلا إن شاء الله أشكركم على استضافة بس أستاذكم بحاجة بسيطة أحب يعني أشكر الأمين العام المساعد الجامعة الدول العربية أحمد بلغيط أيضا السفيرة هيفا أبو غزالة الأمين العام المساعد الجامعة الدول العربية الدكتور فراج العجمي يعني حقيقة وجدت منهم جميع جميع التعاون وجميع التسهيلات والأمور التي نجلسنا نشتغل فيها فأنت الآن لما تريد تقدم فكرة لا بد أن تجد مناخ الملائم لتنفيذها فأنا من هذا المنبر أحب أن أشكر جميع المسؤولين في جامعة الدول العربية على أنهم وفروا نها المكان وجهزوا لنا وأيضا أنا سعيد جدا جدا بأن تكون مصر هي بدايتنا في رياضة المرأة وأنا سعيد أني تشرفت فيكم نحن نتشرفت والأهلي في قلوبنا وما أحد يستغني عن نادي الأهلي فأنا فقط عملت صورة واحدة مع مكافة ما شاء الله شعبية كبيرة بالسعودية الأهلي إن شاء الله تشرفنا نورت نادي الأهلي ونورت قناة الأهلي ونورت مصر ونستقي على خير شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم بالتوفيق يا رب سنحفظ السريع ونرجع نستكمل وحضراتكم فقراتنا للنهار شكرا لكم